أزمة اليمن دخلت مصار جديد تماماً النهاردة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثيين قوات صالح نجحت في السيطرة على أغلب المواقع الاستراتيجية في العاصمة صنعاء زي المطار ووزارة الدفاع والرئاسة والبنك المركزي وغيرها وده دفع الحوثيين للتهديد بقتل صالح وقالوا في بيان رسمي أن الحجة لقتل صالح أقيمت في نفس الوقت صالح دعا لفتح صفحة جديدة مع السعودية وده رحب بي التحالف العربي في بيان أكد من خلاله أن انتفاضة صنعاء المباركة هتخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية في نفس الوقت أيضاً مستشار الديوان الملكي السعودي أعرب عن ساعاته البالغة بعد التخلص من قبضة ميليشيات الحوثيين على مباني الهيئات السيادية والوزارات في اليمن وقال أن صنعاء العروبة تنطفد والنصر قريب ونشهد الآن نهاية الوجود الإيراني في اليمن للأبد